موعدنا اليوم مع الفصل الثالث من فصول قصتنا المخررة علينا هذا العام وهي قصة كفاح شعب مصر الفصل الثالث وعنوانه مصر خالدة على مر الزمن قبل أن نتطرق إلى تفاصيل هذا الفصل تعالوا نقول مع بعض في نهاية هذا الموضوع يكون المتعلم قادرا على أن يحقق سلاسة أهداف هدف معرفي يتعرف أهم أحداث تاريخنا الوطني هدف وجداني يقتدي بالأبطال في حبهم للوطن ودفاعهم عنه هدف مهاري يحلل القصة تحليلا فنيا تعالوا نشوف مع بعض أهم الشخصيات التي سنعرضها بأحداث هذا الفصل الفصل الثالث زي ما احنا شايفين قدامنا في صورتين الصورة التي في الجانب الأيمن هي صورة البطل صلاح الدين الأيوبي وهو حاكم مصر انتصر على الصليبيين في موقعة حطين عام 583 هجرية أما الصورة الأخرى التي على الجانب الأيصر فهي ليويس التاسع ملك فرنسا حاول احتلال مصر ولكنه هزم وأسر في دار ابن لقمان في معانا شخصيتين تاني الشخصية اللي على الجانب الأيمن لالصالح نجم الدين أيوب ملك مصر توفي أثناء زحف لويس على المنصورة أما الصورة الأخرى فهي لشجر الدر وهي زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب وقد كتمت نبأ وفاة زوجها ونهضت بتصريف أمور الدولة حتى جاء توران شاه معنا أيضا صورة على الجانب الأيمن وهي لتوران شاه ابن الملك الصالح وقد تولى الحكم بعد أبيه الصورة الأخرى هي للقائد المغولي هولاكو الذي قضى على الخلافة العباسية واستولى على الشام معنا أيضا صورة البطل قاهر المغول قطز ملك مصر الذي حارب المغول وانتصر عليهم في موقعة عين جالوت أما الصورة الأخرى فهي للبطل بيبرز أمير مملوكي قاد سلاح الفرسان وقضى على فلول المغول تعالوا نشوف مع بعض مضمون أحداث هذا الفصل يتناول هذا الفصل أسباب مجيء الحملات الصليبية إلى مصر وتصدي المصريين لها بقيادة صلاح الدين الأيوبي الذي انتصر عليهم في موقعة حطين ثم حكمة شجر الدر التي تصدت لحملة لويس التاسع في المنصورة الذي تم أسره في دار ابن لقمان ثم نهاية المغول على يد قطز في موقعة عين جالوت تعالوا نشوف مع بعض عناصر هذا الدر قسمنا أحداث هذا الفصل إلى أربعة عناصر العنصر الأول صلاح الدين يحارب الصليبيين العنصر الثاني موقعة المنصورة العنصر الثالث المغول يدمرون حضارة العالم العنصر الرابع مصر توقف السيل المغولي تعالوا نشوف مع بعض العنصر الأول وكنا قلنا فيه صلاح الدين يحارب الصليبيين جاء الغزاة إلى مصر ليدخلوا أرضها ويستعبدوا أهلها ويحطموا كيانها فما لانت مصر وما رضي شعبها وما خضعت وما استكان أهلها بل وقفت يا ولدي في وجه الغزاة وقفة رجل واحد زي ما احنا شايفين الكاتب مؤلف هذه القصة الرائعة يكمل حديثه مع ولده ويحكي له محدثا أن الغزاة جاءوا إلى مصر ليدخلوا أرضها ويستعبدوا أهلها ولكن مصر لم تلين وشعبها لم يرضى فوقفوا كلهم في وجه الغزاة وقفة رجل واحد تعالوا نشوف ايه اللي حصل جاء الصليبيون من أوروبا يوجهون حملاتهم على الشام وآسيا الصغرى وظلت ضرباتهم تتوالى في شدة وقوة قرابة قرنين من الزمان ثم سولت لهم أنفسهم أن يهزموا مصر كما هزموا غيرها من قبل بيحكي المؤلف وبيقول أن الصليبيون قد جاءوا من أوروبا لتوجيه بعض الحملات العسكرية لاحتلال بعض المناطق في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الشام ودول آسيا الصغرى اللي هي الدول العربية حاليا ضرباتهم كانت تتوالى بشدة لمدة قرنين من الزمان يعني لمدة 200 سنة وبعدين بقى توهموا أنهم ممكن يستطيعوا أن يهزموا مصر فيترى إلا حصل تعالوا نشوف مع بعض ولكن شجاعة جنود مصر وإيمان أبنائها وعزيمة رجالها أفسدت عليهم كل شيء لقد وقف شعبنا الخالد يا ولدي في عزم وإصرار أمام أسراب الصليبيين التي جاءت من بريطانيا وفرنسا والنمسا ومن كل مكان في أوروبا شايفين جنود مصر جنود مصر دائما وأبدا يقفون بالمرصاد أمام كل معتد يحاول أن يمس زرة واحدة من تراب مصر شايفين شعب مصر وجنود مصر وقفوا يدا واحدة أمام أسراب الصليبيين الصليبيين جايين منين حملين الصليب بدعوى أنهم حملت الصليب والمدافعون عن الصليب والشعب المسيحي في الدول العربية ولكن هذا افتراء وفرية كبيرة جاءوا من بريطانيا وفرنسا والنمسا ومن معظم دول أوروبا الصغرى جاءوا ليحتلوا بلادنا جاءوا ليحتلوا خيرات بلادنا إلا حدث ماذا حدث بعد ذلك؟ تعالوا نشوف مع بعض وقف شعبنا وقتئذ صفا واحدا وحمل عليهم حملة رجل واحد ومع أنهم يا ولدي جاءوا لقتالنا فقد كان صلاح الدين الأيوبي شهما نبيلا في معاملتهم حين فتح الله عليه بيت المقدس عام 583 هجرية كان يحسن معاملة أسراهم ويدفع الغرامة الحربية عن فقرائهم ويعفي منها نساؤهم وأطفالهم الله إيه الجمال ده؟ برغم أن الحملات الصليبية جاءت لقتالنا ألا إن صلاح الدين الأيوبي كان دائما شهما نبيلا وصلاح الدين الأيوبي كان هو على رأس الدولة في ذلك الوقت وحين فتح الله عليه بيت المقدس عمل إيه بقى؟ ينتقم منهم؟ أبدا كان يحسن معاملة أسراهم ويتق الله فيهم ويدفع الغرامة الحربية لكل فقير منهم ومش كده وبس النساء والأطفال كانوا واخدين إعفاء كامل من دفع هذه الغرامة الحربية اللي كانت تسمى في ذلك الوقت الجزية علمهم صلاح الدين يا ولدي كيف يقاتل في شهامة ونبل لقد حدث في إحدى المعارك أن فقدت إمرأة مسيحية طفلها فذهبت إلى صلاح الدين تبكي وتصرخ وهي تروي قصة طفلها فرق قلبه وفاضت دموعه وأمر بالبحث عن الطفل في كل مكان حتى عثر عليه وسلمه لأمه قائلا إيه الجمال ده؟ صلاح الدين صاحب الحكم في الدولة وصاحب الفتح الكبير لبيت المقدس كان بيعلم الأوروبيين وكان بيعلم دعاة الصليب ودعاة المسيح الذين كانوا يأتون إلى مصر وإلى الدول العربية لاحتلالها فقط كانوا بيقول لهم إيه؟ إزاي نتعامل مع بعض بنبل وشهامة لدرجة أن إمرأة مسيحية ابنها ضع منها راحت لمين؟ راحت لصلاح الدين ما راحتش الرجل الشرطة ولا راحت لمسؤول كبير راحت لرأس الدولة تبكي وتصرخ وهي تحكي له قصة طفلها عمل إيه بقى؟ أمر بالبحث الفوري عن الطفل في كل مكان ولم يهدأ حتى وجده وسلمه لأمه بنفسه قال لها إيه بقى؟ تعالوا نشوف قال لها إيه إننا نحارب قوما طلبوا حربنا ولسنا نحارب النبلة والإنسانية هذه المقولة خلدت في كتب التاريخي كلها شايفين صلاح بيقول لها إيه؟ بيقول للست اللي كانت بتبكي علشان فقدت ابنها ولما وجد ابنها وسلمه لها بيقول لها نحن نحارب قوما طلبوا حربنا أهلك وقومك من أهل أوروبا هم اللي جوهم عشان يحربونا فإحنا بندفع عن نفسنا بندفع عن أرضنا ولسنا نحارب النبل والإنسانية نحن لا نحارب التقاليد والعادات والأخلاقيات نحن لا نحارب الإنسانية أنت امرأة ولك ابن ضعيف ليجب أن تكون في حمايتنا ما دمت تعيش على أرضنا الله أكبر هذه يا ولدي قصة تكشف عن شعبنا المحب للسلام يسالم من يسالمه ويعادي من يعاديه وإذا حارب فله تقاليد إنسانية نبيلة يقول لك القصة دي بعد تع صلاح الدين بتكشف فعلا عن حقيقة وجوهر الشعب العربي الشعب العربي كله محب للسلام يسالم من يسالمه ويعادي من يعاديه وعندما يحارب يحارب بشهامة ونبل وإنسانية يعني حتى في الحرب لنا تقاليدنا التي نحافظ عليها العنصر الثاني موقعة المنصورة بعد أن هزم صلاح الدين الأيوبي جيش الصليبيين هزيمة منكرة في واقعة حطين أراد الصليبيون أن يسأروا منه لهذه الهزيمة التاريخية الكبرى فجهز لويس التاسع ملك فرنسا حملة صليبية جديدة لغزو الشرق مرة ثانية بعد انتصاره صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في هذه الموقعة المعروفة موقعة حطين الصليبيين لم يهدأوا وأرادوا أن يسأروا ليه بقى علشان عايزين يردوا اعتبارهم أمام هزيمتهم في موقعة في ملك بقى كان يحكم فرنسا في ذلك الوقت اسمه لويس التاسع بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي بعشرات السنين عمل ايه بقى هذا اللويس جهز حملة جديدة علشان يغزو الشرق علشان ايه يسأر لهزيمة آبائه وأجداده في موقعة حطين علشان ايه علشان يسترد بيت المقدس مرة أخرى يا ترى ايه اللي حصل تعالوا نشوف مع بعض جاءت هذه الحملة الصليبية وعلى رأسها ملك فرنسا لويس التاسع واستولت على دميات وبقيت فيها ستة أشهر ليستكمل لويس التاسع معدات حملته قبل استئناف زحفه فما كان من المصريين إلا أن جمعوا شملهم ووحدوا أمرهم منتظرين ساعة الجهاد والقتال مع الأسف ودائما كما نقول الحرب كر وفر فإن هذه الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع عندما حلت على أرض مصر كانت أول ما استولت عليه مدينة دميات ظلت في هذه المدينة لمدة ستة أشهر بيجهز الحملة بتاعته وبيشوف إيه الحاجات اللي نقصة معاه علشان يستأنف الزحف إلى داخل المنطقة العربية ثم منها إلى بيت المقدس المصريين بقى جمعوا شملهم ووحدوا أمرهم وانتظروا ساعة الحسن تعالوا نشوف بقى إلا حصل وبينما كان الجيش الصليبي يستعد للزحف على المنصورة توفي الملك الصالح ملك البلاد فعظم الخطب على زوجته شجر الدر في هذا الوقت العصيب وقررت شجر الدر أن تكتم نبأ وفاة الملك عن الناس جميعا فلا يعلم به أحد في التوقيت بقى اللي كان الجيش الصليبي بيستعد فيه للزحف على مدينة المنصورة بعد أن احتل دميات الملك الصالح الذي كان على رأس البلاد في ذلك الوقت توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب وقع الخطب على زوجته كان رهيبا وخاصة في هذا الوقت الذي تمر به البلاد من قدوم ملك فرنسا لاحتلالها ماذا تفعل شجر الدر وهي على رأس الدولة مع زوجها الذي توفي كتمت نبأ وفاته عن الناس جميعا إزاي بقى عملت كده تعالوا نشوف مع بعض قررت أن تنهض هي بتصريف شؤون الملك وتدبير أمر الحرب وإصدار الأوامر باسم زوجها إلى قيادة الجيش حتى يعود ابنه تورانشا وارس العرش من غيابه وأعلنت أن الملك مريض لا يستطيع أن يستقبل أحد إيه ستة العظيمة دي شايفين شجر الدر عملت إيه قررت أن هي اللي تدير شؤون الملك كله وهي اللي تدبر أمر الحرب إزاي واحدة ستة تبقى على قيادة الجيش عملت إيه بقى كانت تصدر الأوامر باسم زوجها إلى قادة الجيش تفضلوا السلطان نجم الدين أيوب يقول لكم أعمله كذا وكذا وتكتب الأوامر دي في مخطوطات وتختمها بختم بختم الملك وعملت كده إلى أن أرسلت إلى ابنه توران شاه وهو الوريس بتاع العرش تعال إلحق علشان أنت اللي هتتولى الحكم بعد وفاة أبيك وأعلنت بقى أن الملك مريض ما يقدرش أبي الحد يا سلام ما أعظم شجر الدر تعالوا نشوف بقى إلا حصل بدأت المعركة الكبرى التي اشترك فيها الشعب والجيش وخرج فيها أبناء المنصورة رجالا وصغارا يحاربون ملك فرنسا وجنوده في الشوارع والطرقات ومن فوق المنازل بعد أن تحصنوا داخل المدينة بإقامة الحواجز والمتاريس المعركة بدأت بالفعل والملك الصالح نجم الدين أيوب توفي ولم يعلم بخبر وفاته أحد المعركة دي اشترك فيها مين الشعب والجيش مع بعض كانوا يداً واحدة كالعادة دائماً أبناء المنصورة كلهم خرجوا رجالاً وصغاراً وهذه المعركة تكتب في سجلات التاريخ بحروف من ذهب في سجل أبناء المنصورة عملوا إيه بقى؟ كانوا بيحربوا جيش الملك لويس التاسع ملك فرنسا في كل مكان في الشوارع في الطرقات من فوق المنازل وتحصنوا داخل المدينة وأقاموا الحواجز والمتاريس التي تحميهم من نيران جيش فرنسا الله أكبر هزم الجيش الفرنسي الكبير هزيمة أخرى منكرة وقبض على ملك فرنسا وأمرت شجر الدر بسجنه في دار ابن لقمان بالمنصورة ثم أخلي سبيله بعد أن دفع فدية كبيرة تعويضاً عما أحدثه جنوده من تدمير وتخريب في البلاد الله أكبر الجيش المصري هزم جيش فرنسا باتحاده مع الشعب المصري بدون قائد من كان القائد الملك شجر الدر هزيمة منكرة مش كده وبس ده تم القبض على ملك فرنسا وأمرت شجر الدر بوضعه في دار ابن لقمان سجيناً زليلاً إلى أن أخلي سبيله بعد أن دفع فدية كبيرة تعويضاً عن التخريب الذي تم على يد جنوده الله أكبر العنصر الثالث المغول يدمرون حضارة العالم وما حدث يا ولدي مع الصليبيين حدث مع المغول ففي القرن الثالث عشر الميلادي انطلق المغول وهم قوم استوطنوا بلاد منغوليا شمالي الصين يحاربون إمبراطورية الصين ويلتهمونها جزءاً بعد جزء وركناً بعد ركناً بيكمل المؤلف كلامه مع ولده ويقول له أن ما حدث مع الصليبيين عندما انهزموا الهذيم الكبيرة في موقعة المنصورة حدث باختلاف بعض التفاصيل مع المغول من هم المغول؟ المغول قوم كانوا يستوطنون بلاد منغوليا وهم عبارة عن قوم رحل يسكنون الخيام ويعيشون في الصحاري لرعي الغنم هؤلاء القوم عندما ضعفت امبراطورية الصين احتلوا هذه الامبراطورية وتولوا أمورها والتهموها كلها وكانت مطامعهم ترمو إلى أن تمتد دولتهم إلى حدود الشرق والغرب معاً انطلقوا يندفعون كالسيل الجارف جنوبي الغرب فاستولوا على إيران في غير جهد ثم أرسل قائدهم هولاكو إلى الخليفة العباسي طالباً منه الخضوع والاستسلام راحوا بأ أول ما فكروا على دولة إيران لأنها الجار الأقرب لهم استولوا عليها مش كده وبس ده كمان هولاكو أرسل إلى الخليفة العباسي حتى يطلب منه الخضوع والاستسلام ويحتكم بأمره يترى إيه اللي حصل تعالوا نشوف مع بعض فردهم الخليفة في كبرياء فانطلقوا بجيشهم الجبار مكتسحين أرض العراق حتى وصلوا إلى حدود بغداد كعبة العلماء ودرة الإسلام ثم أطبقوا عليها من الشرق والغرب ونصبوا حولها المجانيق تقذفها بالسهام والصواعق حتى سلمت بغداد عاصمة الخلافة وانطلقوا فيها تدميرا وتخريبا الخليفة العباسي فور استلامه لرسالة هولاكو رفض بشدة وأمر بتجهيز الجيش لملاقات جيش المغول لكن المغولة انطلقوا واكتسحوا أرض العراق ووصلوا إلى حدود بغداد واحتلوها بالكامل وهنا سقطت الدولة العباسية انتهت بذلك حياة الدولة العباسية بهذه النهاية المؤلمة بعد أن عاشت خمسة قرون كاملة بلغت فيها الحضارة العربية أعلى مراتبها ولم يقنع المغول بذلك بل استولوا على الشام في غير عناء وأصبح سلطانهم يمتد من قلب الصين حتى حدود مصر بهذه بهذه النهاية المؤلمة للدولة العباسية التي عاشت تحكم الإسلام وترفع راية الإسلام وتعمل على نشر دين الإسلام خمسة قرون كاملة بلغت فيها الحضارة العربية أعلى مراتبها وكانت الحضارة العربية في ذلك الوقت منارة العلم للعالم كله المغول لم يكتف بذلك يعني لم يكتفوا باحتلالهم إيران ثم العراق بل استولوا على الشام أيضا وأصبحوا قاب قوسين أو أدنى بينهم وبين مصر يترى إيه اللي حصل تعالوا نشوف مع بعض العنصر الرابع مصر توقف السيلة المغولي اقتربت جيوش المغول من مصر الحبيبة لتدق أبوابها دقا عنيفا في غير رحمة ولا شفقة جاءوا إلينا وفي اعتقادهم أن مصر ستسلم لهم كما سلمت غيرها من البلدان وعند إذن تتحقق السيادة لهم على الشرق العربي كله وهنا يا ولدي أبى شعب مصر المجيد أن يخضع أو يلين أبى أن يسلم أو يستسلم وعزم على أن يقف في وجه هؤلاء الغزاة في عزم وقوة وإيمان تحت زعامة قطز حاكم البلاد وقت إذن الذي راح يوعد نفسه لهذا الجهاد الشاق المرير عندما أصبح خطر المغول على أبواب مصر لم ينتظر السلطان العظيم قطز أن يأتي إليه الخطر في عقر داره بل قرر أن يذهب هو إليه بنفسه ليقضي عليه قبل أن يدخل أرضه الله أكبر كان فكر قطز أن انتظار الخطر أصعب من الذهاب إليه للقضاء عليه تعالوا نشوف قطز عمل إيه وخرج قطز على رأس الجيش تتقدمهم الطبول وتنفخ أمامهم الأبواق وجنود مصر متحفزة للقاء هؤلاء الغزاء وفي قلوبهم حمية وفي نفوسهم حماس شديد قطز وكان هو الحاكم في ذلك الوقت لم يجلس على عرشه محتميا بقلعته في مصر وأمر بخروج جيشه ليكون هو في الأمان لا قطز خرج بنفسه على رأس الجيش كان هو القائد الذي يحارب بنفسه وكان جنود مصر كلهم متحفزة للقاء هؤلاء الغزاء ماذا حدث في هذا اللقاء تعالوا نشوف مع بعض واحتشد الجيشان كل في مواجهة الآخر وقرعت الطبول ونفخت الأبواق وكتب لقرية عين جالوت أن تشهد الصراع العنيف الذي لا يحدد مصير مصر وحدها بل مصير العالم المتمدين كله واصطدمت واصطدمت فرسان المغول الطائرة بالجنود المشاه المصريين الراسخة الأقدام التقى الجيشان الجيش المصري بقيادة الزعيم المظفر قطز والجيش المغولي بقيادة الأمير كتبغة وهو كبير قادة المغول في ذلك الوقت وكان اللقاء في إحدى القرى ببلاد الشام بقرية اسمها عين جالوت علشان لما تعرف تقول إيه موقعة عين جالوت ده اسم القرية اللي التقى فيها الجيش المصري مع جيش المغول موجودة فين حاليا في سوريا كان هذه القرية لها أن تفخر بأن شهدت هذا اللقاء الدامي الذي لم يحدد مصير مصر وحدها بل حدد مصير العالم العربي كله نشوف تعالوا إلا حصل في هذا اللقاء الدامي عندما ضغط المغول على قلب الجيش نفزت خطة التظاهر بالانكسار والفرار فحدثت الصغرة واندفع إليها المغول بقوة حتى قطعوا فيها مسافة مناسبة ولما حلت اللحظة الحاسمة عاد الفارون وبادر السلطان إلى استئناف الهجوم بعزم راسخ وهو يصيح وإسلام الله أكبر الله أكبر شايفين القائد المزفر قطز كان واضع خطة عسكرية تدرس حاليا في جميع الكليات الحربية على مستوى العالم إيه بقى الخطة دي أن يتظاهر بالانكسار والفرار من جنود الجيش المغولي ماذا يحدث يأتي خلفه جنود المغول تمام؟ للمطاردة عندما يندفعون بقوة في وقت محدد كان متفق عليه يبادر السلطان بالعودة إلى استئناف الهجوم مرة أخرى وكان ينادي بكل عزم وقوة وإسلاما ثم تأتي الجنود المصريين من الخلف ليطوق جنود المغول تعالوا نشوف إلا حصل أيدته قوات الجانبين بشدة وعنف فاختل توازن المغول وانفصلت صفوفهم وارتدوا نحو التلال القريبة وهنا حل دور الفرسان فانقض الأمير بيبرز بفرسانه وسط قرأ الطبول القاصف وارتفع الهتاف الله أكبر من بين الصفوف كالرعد يشق عنان السماء الله أكبر الله أكبر مرارا وتكرارا الله أكبر على كل معتد يفكر أن يعتدي على مصر وعلى أرض مصر شايفين الخطة تنفزت إزاي بقوة وإحكام اختل توازن المغول وانفصلت صفوفهم وارتدوا كل كما الفئران تماما كما الفئران وجاء دور الأمير بيبرس الذي كان يقود مجموعة الفرسان مرددين الله أكبر وكان هذا النداء سببا من أسباب النصر تعالوا نشوف إلا حصل استمرت المعركة من الصباح حتى الظهر ووجد المغول أنفسهم يلاقون الضربات الواحدة بعد الأخرى دون رحمة أو شفقة ولم يتوانى قطز بعد ذلك عن مطاردة الجيش المغولي المهزوم حتى طهر أرض الشام منه الله أكبر شايفين المعركة استمرت قد من الصبح حتى الظهر إلا حصل المغول ما كانوش واخدين نفسهم المغول أخذوا ضربات عنيفة واحدة بعد أخرى دون شفقات أو رحمة وقطز لم يتأخر لحظة عن مطاردة الجيش المغولي حتى طهر أرض الشام منهم كلها الله أكبر لقد كان يوم عين جالوت يوما مجهدا كان يوما خالدا لا في تاريخ مصر وحدها بل في تاريخ العالم كله والمدنية بأسرها لقد كان هذا السيل المغولي المدمر ينزر بالخراب والدمار كل مكان حل به عين جالوت موقعة ومعركة تاريخية يجب أن نفتخر بها جميعا لأننا كنا السبب في القضاء على السيل المغولي الذي لم يكن يدخل أرضا إلا لتدميرها إلا لتخريبها فالله أكبر لجيش مصر والله أكبر لشعب مصر ولولا أن شعب مصر يا ولدي آمن بنفسه ووقف في وجه المغول لن دفعوا إلى الغرب والأندلس وأوروبا مخربين مدمرين هكذا هزم الطغات وتحطم البغات وتشتت شمل الغزاة وكانت مصر مقبرة للصليبيين والمغول بينهي الكاتب حديثه مع ولده وبيقوله أن شعب مصر هو السبب في وقف هذا الزحف المغولي لماذا؟ لأنه آمن بنفسه لأنه آمن بقوته باتحاده مع الجيش وقفوا وقفة رجل واحد في وجه المغول ولولا كده المغول كانوا في خططهم كانوا يتجهون إلى الغرب بالكامل وإلى الأندلس وأوروبا ليخربوا ويدمروا وكانت مصر دائما وأبدا مقبرة للغزاة سواء من الصليبيين أو المغول تعالوا نشوف مع بعض أهم المفردات التي وردت في أحداث هذا الفصل كلمة الغزاة هم المستعمرون ومفردها الغازي كلمة استكان بمعنى استسلم ومضادها قاوم كلمة شهما أيزو مرؤة ومضادها ندلا كلمة الخطب بمعنى المصيبة كلمة المجانيق آلات حربية ترمى بها الحجارة ومفردها المنجانيق تعالوا نشوف بها أحداث هذا الفصل في صورة سؤال وجواب لماذا يأتي الغزاة إلى مصر نشوف الإجابة مع بعض نقول لاحتلال أرضها ونهب خيراتها واستعباد أهلها وتحطيم كيانها سؤال آخر ما موقف الشعب المصري من حملات الغزاة نشوف الإجابة مع بعض ونقول لم يضعف الشعب المصري ولم يخضع أبدا بل وقف في وجه هذه الحملات وقاومها بشدة سؤال آخر بنقول فيه من أين جاء الصليبيون ولماذا نشوف الإجابة مع بعض ونقول جاء الصليبيون من بريطانيا والنمسا وفرنسا وقتوا ليدخلوا أرض مصر ويستعبدوا أهلها سؤال آخر متى استرد صلاح الدين بيت المقدس من الصليبيين نشوف الإجابة ونقول سنة 583 هجرية بعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين سؤال آخر كيف كان صلاح الدين شهما ونبيلا مع أعدائه نشوف الإجابة ونقول أنه كان يحسن معاملة الأسرة ويدفع الغرامة الحربية اللي هي الجزية عن الفقراء منهم ويعفن منها النساء والأطفال سؤال آخر ما المفاجأة التي وقعت أثناء زحف الجيش الصليبي إلى المنصورة نشوف الإجابة ونقول المفاجأة التي وقعت هي وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب سؤال آخر ما دور شجر الدر التاريخي في معركة المنصورة نشوف الإجابة مع بعض كتمت نبأ وفاة زوجها الملك الصالح نجم الدين حتى لا تضعف عزيمة الجنود وقامت بتصريف أمور الدولة وتدبير أمور الحرب سؤال آخر لماذا يعد يوم عين جالوت يوما مجيدا في تاريخ العالم كله نشوف الإجابة لأنه خلص العالم كله من الخراب الذي كان يحدثه المغول في كل مكان ينزلون به سؤال آخر بنقول فيه ماذا تعرف عن المغول نشوف الإجابة مع بعض بنقول هم قوم استوطنوا بلاد منغوليا شمال الصين واستولوا على إمبراطورية الصين كلها ومن بعدها إيران ثم دمروا بغداد وكانوا سببا في سقوط الدولة العباسية وبعدها استولوا على الشام وكان في خطتهم التوجه إلى مصر لاحتلالها أيضا سؤال آخر ما الخطة التي وضعها قطز لمواجهة المغول نشوف الإجابة مع بعض كانت الخطة أن يتظاهر بالانكسار والفرار وأوهم المغول بوجود صغرة فاندفعوا إليها بقوة حتى قطعوا فيها مسافة مناسبة وهنا عاد الفارون وبادر قطز إلى استئناف الهجوم بعزم راسخ وهو يصيح وإسلاما ثم أيدته قوات الجانبين بشدة وعنف فاختل توازن المغول وانفصلت صفوفهم وارتدوا نحو التلال القريبة وحينها انقضى الأمير بيبرس بفرسانه وارتفع الهتاف الله أكبر من بين الصفوف كالرعد يشق عنان السماء تعالوا نشوف مع بعض مجموعة من التدريبات على أحداث هذا الفصل الفصل الثالث التدريب الأول بيقول يصل من المجموعة ألف ما يناسبه من المجموعة به المجموعة ألف مصر صخرة تحطمت عليها الجملة التانية تسبب في سقوط الدولة العباسية الجملة اللي بعدها توران شاه هو ثم شجر الدر تعد وآخر جملة معايا في المجموعة ألف هزي ماليويس التاسع وسوجنا في دار نشوف بقى المجموعة به بها ست جمل في حين أن المجموعة ألف بها خمس جمل فقط نركز بقى معنا علشان فيه جملة من المجموعة به هتكون خارج الاختيارات جمل المجموعة به وريس الملك الصالح أشجع امرأة في التاريخ أحلام الغزا يحب شعب مصر ابن لقمان بالمنصورة وأخيرا هولاكو نشوف بقى أول جملة في المجموعة ألف ونقول مصر صخرة تحطمت عليها يا ترى هنختار لها ايه من المجموعة به مصر صخرة تحطمت عليها أيوة الجملة الثالثة في المجموعة به أحلام الغزاة برافو عليكم أحسنتم نشوف الجملة التانية في المجموعة ألف تسبب في سقوط الدولة العباسية نشوف بقى ايه الاختيار المناسب من المجموعة به هنلاقي الجملتين اللي ينفعوا ها وريس الملك الصالح طبعا لا طيب ابن لخمان بالمنصورة طبعا لا يبقى تسبب في سقوط الدولة العباسية آخر جملة في المجموعة به هو لكو أحسنتم تعالوا بقى نشوف الجملة التالتة في المجموعة ألف تورانشا هو ها من هو تورانشا الجمل اللي فضل في المجموعة به وريس الملك الصالح أم أشجع امرأة امرأة طبعا لا علشان هو حتى لو أنا مش متذكر الاسم تورانشا فبيقول لي هو يبقى تورانشا ده رجل يبقى يحب شعب مصر ولا ابن لقمان بالمنصورة تورانشا هو أول جملة في المجموعة به وريس الملك الصالح شوف الجملة الرابعة في المجموعة ألف شجر الدر تعد طبعا بدون تفكير الجملة التانية في المجموعة به وهي أشجع امرأة في التاريخ جميل آخر جملة آخر جملة في المجموعة ألف هزم لويس التاسع وسجن فيه دار طبعا مش معايا غير جملتين في المجموعة به يحب شعب مصر لا يبقى إيه ابن لقمان بالمنصورة أحسنتم يبقى الجملة التي ليس لها اختيار هي جملة يحب شعب مصر جميل تعالوا نشوف مع بعض التدريب الثاني وبيقول لي أكمل الجمل التالية انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين نقط انتصر صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين يا ترى ممكن نحط نشوف الجملة اللي احنا هنكتبها مع بعض ونقول في موقعة حطين جميل طيب الجملة الثانية أخفت شجر الدر نبأ وفاة الملك الصالح هنكمل ونقول ايه بقى نشوف الاجابة مع بعض حتى لا تضعف عزيمة الجنود الجملة اللي بعدها انتهت حياة الدولة العباسية على يدي طبعا هلاكو القائد المغولي الجملة الرابعة حافظت شجر الدر على أمور الحكم حتى تكملت الجملة حتى يأتي توران شاه وريس الملك الصالح برافو عليكم آخر جملة معايا كانت مصر سببا في انكسار شوف التكملة كانت سببا في انكسار المغول بعد أن اندفعوا إلى الغرب والأندلس أحسنت إلى هنا نصل إلى نهاية حصتنا اليوم أترككم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء مع وعد بلقاء جديد إن شاء الله مع تمنياتنا لكم جميعا بالنجاح والتوفيق مع تحيات منصة البس المباشر الإدارة العامة للمحتوى التعليمي اشتركوا في القناة